تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للعمل التطوعي في المجال الرياضي أمسية الوفاء وبهذه المناسبة كدسمو الشيخ ناصر بن حمد أن جائزة معالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة للعمل التطوعي في المجال الرياضي تعتبر مكانا مناسبا لتعظيم مملكة البحرين لدور الشخصيات الرياضية البحرينية التي ساهمت في الارتقاء بالحركة الرياضية وتركت بصمات واضحة ومتميزة لبلوغ مكونات الرياضة ومنظومتها أعلى المستويات الأمر الذي جعل من مملكة البحرين تمتلك نخبة من الإداريين المتميزين على المستوى الإقليمي والقرية والعالمية وباتت ثقة الاتحادات القرية كبيرة في الشخصيات البحرينية لتبوء مناصب قيادية فيها وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى أن حفلة تكريم جاءت تأكيدا لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة في تكريم من قدموا قدمات جليلة إلى الحركة الرياضية في المملكة التي وصلت إلى مراحل متطورة على مختلف الأصعدة ومسكوا بزمام إدارة العديد من الاتحادات القرية وشاركوا في صنع القرارات المباشرة لها الأمر الذي يؤكد مكانة الشخصيات الإدارية البحرينية على هذا المستوى الرفيع والثقة الكبيرة في قدراتهم وأكد سموه أن فكرة تكريم القيادات الرياضية من أصحاب المناصب الرياضية مما انتقل دعو عضوية مجالس إدارات الاتحادات والمنظمات العربية والشبه قرية والقرية والدولية والأولمبية يمثل رسالة شكر وتقدير على جهودهم الكبيرة في رسم ملامح النهضة الشاملة التي تشهدها الحركة الرياضية في المملكة وتبيانها للعالم باعتبارها يمثلون المحركة الأساسية والإدارية لتلك الاتحادات وأضاف سموه لقد علمتنا مملكتنا الغالية دوما الوفاء لكل من ساهم بجهده ووقته في سبيل النهوض بواقع الرياضة في المملكة وتوفير المناخات المناسبة لتطوير العنصر البشري سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الإدارية وأنما تركه رجالات العمل الإداري الرياضي على مدى السنوات الماضية وإعطاء الانطباع المتميز عن الشخصيات الإدارية البحرية يعد إرثا رياضيا ستحمله الأجيال المتعاقبة بدوره عرب الأمين العام للجنة الأولمبية البحرية عبد الرحمن صادق عسكر عن خالص شكره لسمو الشيخ ناصر بن حمد على رعايته لهذا الحفل والذي يعد من أهم المناسبات التي تنظمها اللجنة الأولمبية للاحتفاء بعدد من الشخصيات الرياضية الذين كانت لهم بصمات لا تنسى في خدمة الرياضة البحرينية بعدها قام سمو الشيخ ناصر بن حمد بتكريم سبعين قياديا رياضيا من أصحاب المناصب الرياضية الخليجية ممن تقلدوا عضوية مجالس إدارات الاتحادات والمنظمات العربية والشفقرية والقرية والدولية والأولمبية تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم المتميزة في خدمة الحركة الرياضية وتمثيل مملكة البحرين في مختلف الهيئات الرياضية الخارجية وفي ختام الحفل تم تقديم هدية تذكارية لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وأخرى لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة